اشتركوا في القناة 8X بالمقارنة مع 7X اللي قبله كم تتوقع نسبة ارتفاع المبيعات؟ 200% زيادة؟ ولا تدري 250% زيادة؟ واو كثير جدا خلو قللك الصدق باع اكثر من اللي قبله باكثر من 500% يعني ارتفاع مبهر حقك نجاح مبهر بالفعل اليوم عندنا خريفة 9X سعر 999 ريال وبقول لك ليش ممكن يكون هذا الجهاز المناسب لك او حتى لأحد اولادك بهذا السعر اولا الشاشة هذه الشاشة ما فيها نوتش اذا يهمك وهذه الحين صارت ميزة بهذه الايام هي شاشة بالكامل باطراف صغيرة صحيح في طرف كبير نسبيا بالاسفل بس بهذا السعر ما يتبره شي معقول الكاميرا الامامية هي مخفية صايرة متحركة تظهر من الداخل بمجرد ما انك انت تشغلها وهذا يعطي جو للجهاز الرطيف كذلك الشاشة نفسها تعتبر كويسة كويسة جدا جدا بهذه الفئة السعرية وهي من نوع LCD الميزة الثانية واللي اصبحت ميزة بهذا اليوم انه مدخل السماعة ما زال موجود الى الاسف كثير من الجوالات اليوم تخلت عن مدخل السماعات حتى بالجوالات المتوسطة لكن هنا موجود فهذه نقطة لازم تحطها في بالك الميزة الثالثة هي البطارية فالبطارية بهذا الجهاز ممكن توصل الى اكثر من يوم وهذا طبعا بالتأكيد بحسب استخدامك كليا لكن البطارية نفسها ضخمة نتكلم عن 4000 ميلي امبير الشاشة ما تستهلك كثير وهذا كله ممكن يعطيك توفير جيد البطارية واداء عالي الى اكثر من يوم بالاستخدام المتوسط ثم احد الميزات الرخيبة والحلوة في الجهاز هي الكاميرا صحيح انك تدفع اقل من 1000 ريال تقريبا لكن هذا مو معنى ان الكاميرا ما بيكون فيها اوضاع كثيرة وحلوة اللي انت تبغاها قاعدة اونر تحاول تقدم لك جهاز بسعر قليل لكن تقريبا في معظم الاوضاع اللي تسمع فيها مثل العزل وتأثير البوكية والخلفية اللي يعزلها لك وذلك الوضع الليلي موجود هنا اللي يحاول ان يحسن الصور في الليل وكالعادة الجوال يتعرف على الصور ويحاول يحسنها ويعطيها الوان جيدة وامامكم مجموعة من الصور اللي توريك مستوى اداء هذا الجهاز في التصوير وهذا اعتبره شي معقول بهذا الفئة السعرية ثم الميزة اللي بعدها هي وجود الشريحتين هذا الجهاز يدعم شريحتين او شريحة وذاكرة خارجية فهذه تقريبا مجموعة من ابرز المميزات في هذا الجهاز علمني انت اذا بتشتري هذا الجهاز ليش ممكن يعجبك بالاسفل بالتعريقات شوفكم فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة